فيلمنا بيبدأ مع نسكة وهي بتتقلم في شقةها اللي عايشة فيها لوحدها وبيكون معاد ولادتها جيه وبتولد لوحدها من غير ما حد يكون معاها ولا يسعيدها وبتفضل تسرخ وتصوت من القلم والتعب اللي هي فيه لحد ما بتولد وبيكون مطلوب منها تهتم بابنها وبتربيته وبأكله لكن مشكلتها بتكون في إدمانها للمخدرات واللي بتخليها أغلبية الوقت مش وعية ولا تصلح للاهتمام بطفل الرضيع وبيكون كلها همها جرأة المخدرات اللي بتاخدها عشان ترتاح وبتحاول تتهرب بأي شكل من صحبة المكان اللي هي قاعدة فيه لأن ما بيكونش معاها تمن الإيجار وأي فلوس معاها بتصرفها على المخدرات اللي بتشتريها من واحدة في الشارع وأغلبية الوقت بيكون ابنها بيعاية لإنها ما بتهتمش بيه وبتعمله اللبن اللي بيشربه بالعافية وبتدخل عليها صحبة المبنى عشان تديها إنذار بالطرد لو ما دفعتش الإيجار وبتشوف ابنها وهو جنبها وبتطلع نسكة صندوق الزكريات بتاعها عشان تشوف أي حاجة فيها تقدر تبيعها وتجيب بتمانها مخدرات وبيظهر صور ليها وهي صغيرة أيام ما كانت بتتدرب باليه وحياتها كانت أفضل بكتير وبتلاقي سكتها قدامها فبتديها لابنها عشان تسكته بيها وتخلص من عياته فبتروح تاني يوم للست اللي بتشتري منها مخدرات وبتديلها الساعة بتاعتها بس الست بترفض إنها تاخدها وبتدرب نسكة وبتسيبها وبتبدأ حالتها تتدهور أكتر لحد ما بتقع في الأرض وما بتقدرش تتحرك وبتجيلها صاحبة البيت عشان تساعدها وبتحطها على سريرها وبتكتب على إيدها رقم تليفون وبعد ما بتفوق نسكة شوية بتبدأ أسر اللي نسحة بتظهر عليها وبتفضل تبص للرقم وبتفكر إنها تتصل بيه لحد ما بتستسلم وبتتصل بواحدة وبتعرض نسكة ابنها للبيع مقابل إنها تاخد فلوس تجيب بيها مخدرات وبتتفق نسكة مع إيمة تجرة الأطفال على إنها تبع لها ابنها ب20 ألف دولار وبتفتح إيمة الدفتر بتاعها وبيباني إنها شغالة في تجارة الأطفال بقالها فترة وإنها بتشتري الطفل وبتبيع العيلة من العائلات الأغنية بأطعاف ثمنه وبتبيع إيمة الواحدة مقابل 100 ألف دولار وبتروح نسكة على المكان اللي هتسلم فيه إبنها الإيمة وتاخد الفلوس منها وبيكون شكلها متبهدل ومتدمر وبتروح تقعد جنب إيمة وبتاخد منها الفلوس وبتسلمها ابنها وبتقوم إيمة هي وقلب المساعدة بتاعتها وبيمشوا من المكان ومعهم الطفل ونسكة بصهم لحد ما بيختفوا من قدامها وبتروح فورا عشان تشتري مخدرات بالفلوس اللي معيها وبتدفع فلوس الإيجار المتأخر عليها وبتروح البيت واي مبسوطة وبترقص في الشارع لكنها بتفوق تاني يوم وبتستوعب إنها بعت ابنها مقابل مخدرات وبتحاول تبص في إيدها عشان تجمع رقم التليفون تاني وتتصل بالست عشان ترجع ابنها لكن الرقم بيكون اختفى من على إيدها وبتروح على الجنينة اللي قابلت فيها إيمة وبتبقى معلقة السكاتة بتاعت ابنها في رقبتها وجايبة معها باقي الفلوس على أساس إنها عايزة ترجع ابنها لها تاني وبتروح ناحية البحر اللي قدامها وبتحاول إنها تنتحر لإنها مش قادرة تعيش بعد اللي عملته في ابنها لكنها ما بتقدرش وبتطلع من البحر عشان تلف في المنطقة كلها يمكن تلاقي إيمة أو قلب المساعدة بتاعتها وبتاخد بالها من قلبي وبتفضل تجري وراها عشان تعرف بيت إيمة فين لحد ما بتوصل للبيت وبتسيب السكاتة بتاعت ابنها على أكرة الباب وقبل ما تخبط بتلاقي إن فيه صوت واحدة بتسرخ جوى البيت فبتجري نسكة وبتستخبها ورا الشجرة وبتقع السكاتة على الأرض جنب الباب وبتشوف قدامها إيمة وهي بتضرب قلبي بسبب إنها حاولت تسرقها وبتلاقيها عنيفة جداً وبتضرب قلبي بدون رحمة وبعد ما بتخلص إيمة ضربها وبيدخله جوى البيت من تاني بتحاول نسكة إنها تقرب من البيت اللي شكله غريبه ومهجور كأن ما فيش حد عيش فيه وبتاخد سكاتة ابنها من تاني عشان تعلقها في رقابتها وبتفضل مرقبة البيت لحد ما بتشوف ابنها وقلبي شايلاء قدامها من غير ما تشوفها وبتفضل نسكة تولي اليوم مرقبة البيت من بعيد لحد ما إيمة بتاخد بالها منها وبتتحكلها لإنها مش هتقدر تدخل البيت ولا ترجع ابنها لها من تاني بعد بيعه وبيجي نص الليلة وبتدخل نسكة جوى البيت من خلال شباك مكسور قدامها وبتفضل تتحرك في البيت لحد ما بتلاقي ابنها موجود قدامها في مكان شبه عش الطيور فبتقرب منه وبتشيله وبتعدي على القوضة اللي إيمة وقلبي نايمين فيها عشان تفتح الشباك وتهرب لكنها بتعمل صوت بيصحي قلبي وبتشوف قدامها النتيجة وفي علامة محطوطة على يوم 17 وبيكون فاضل 3 أيام بس على يوم المحدد وبتجري نسكة وبتسيب ابنها في العش تاني عشان محدش ياخد باله أن الطفل اختفى من البيت ويفهمه أن في حد في البيت وبتستخبها تحت سرير وبتنم لتاني يوم وبتصحى نسكة من النوم بتلاقي أنها قلبي بتأكل ابنها وبتعتم بيه وبتعرف أن إيمة بتتراب من الفران لأنها أول ما بتلاقي قلبها مسكة فار ميت في إيدها بتصوت وبتتراب منه وبتفضل نسكة مستخبية تحت السرير وميستنهي الوقت المناسب اللي تطلع منه عشان تاخد ابنها وتقرب من البيت لحد ما البيت بيهدى خالص وبتفتكر أن كله خرج من البيت فبتروح ناحية ابنها عشان تاخده وتمشي وبتلاقي معها فاكهة فبتكلها لأنها ما كلتش طول اليوم لكن الفاكهة بتكون بايزة فبترميها على الأرض وبتحاول تلم الفاكهة من على الأرض عشان قصرها وبتشوف قدامها إيد إيمة نازلة من على الكرسي بتاعها وبتعرف أنها نايمة قدامها بس طفلها بيعيط وبيكون السبب في صحيان إيمة فبتمد نسكة إيدها بسرعة في القش بتاعه وبتجيب له اللبن عشان تسكته وقبل ما إيمة تلف وتشوفها بتلاقي الطفل هدي وبطل آيات فبترجع تنام تاني وما بتلحقش تروح في النوم وباب البيت بتاعها بيخبط فبتقوم تفتح لقلبي وبتلحق نسكة بسرعة أنها ترجع ابنها للعش بتاعه من تاني وبتستخب قبل ما حد يشوفها وبتبقى طاقتها بدأ التقلة جدا بسبب قلة أكلها وأعراض اللي انسحاب لها فيها وما بتقدرش تخرج من البيت لكن على الأقل بتكون شايفة ابنها قدامها وبتقدر تطمن عليه حتى لو ديئة وبترجع تستخب بعدها من تاني وبتبقى إيمة بتنظف المسدس بتاعها وبتحط فيه رصاص وجنبها قلبي بتخدمها وبتبقى نسكة قدام ابنها وبتوقع السكاتة اللي متعلقة في رقابتها تحتلعش بتاعه وما بتعرفش تجيبها فبتهرب من قدام ابنها لأنها سمكت صوت خطوات بتقرب منها وبتطلع الدور التاني من البيت عشان تستخبها في أي قوضة لحد ما البيت بيهدى تاني وبتنزل القوضة اللي بتستخبها تحت السرير فيها عشان تبقى شايفة ابنها كويس قدامها حتى وياه مستخبية وبيجي وقت الغدى وبيتجمع قلبي وقمة وبنتها على الاكل وبتطلع نسكة من مكانها عشان تاخد ابنها وتهرب من البيت وبتفتح شباكه قدام عشان تضط منه لكنه بيكون عالي عن الارض وبتخاف انها تنضط منه بابنها يحصل له حاجة فبترجع بسرعة تسيبه في عشه وبتستخبى بنتاني وبتحس قلبي ان في حركة في البيت فبتقوم منها على الاكل عشان تطمن ان الطفل في مكانه ولما بتلاقيه في مكانه وبتخمن النفار او حيوان جوا البيت وبيعدي وقت وبيكون فاض اليوم واحد على يوم 17 المتحدد وبتدور نسكة على مياه في البيت لانها هتموت من العطش والجوع وما بتلاقيش قدامها غير ويسكي وبعد ما بتشرب بتسيب الازازة وبتتحرك على الترابيزة وقبل ما توها على الارض بتقدر انها توقعها على الرجلية عشان ما تعملش صوت وبتتفاجئ ان قلبي قريبة منها فبتحاول انها تستخبى منها وبتشوفها ويا شايلة ابنها وبنت ايما ماشي وراها ومعها جردة المليان تلج وما بتبقاش فاهمة هم هيستخدموا التلج لايه لحد ما الكل بيخرج من البيت وبتروح نسكة تاخد ابنها وبتخرج برا البيت لكنها بتتفاجئ ان ابنها تغير وان اللي في ايدها ابن واحدة تانية باعت ابنها برضو لامة فبترجع الطفل اللي عش بتاعه وبتستخبى في المطبخ وبتمسك من قدامها سكينة عشان تحمي نفسها بيها وبتسند على باب وراها فبتدخل فيه وبتلاقي ان الباب بيوصل لمغزن البيت فبتنزل للمغزن وبتفضل قعدة فيه وبتاخد بالها ان البطنية اللي ابنها كان متغطي بيها موجودة في الخزنة اللي في ظهرها واول ما بتفتحها بتلاقي ان ابنها ميت ومحطوط جوا جردة للتلج اللي كانت بنت ايما شايلاء وبتتصدم من المنظر اللي شايفها وبتفضل تعايت لانها سبب موته وبتخرج من البيت لان سبب وجودها في ميت خلاص وبتفضل ماشية في الشارع وهي مش قادرة تفكر لحد ما بتوصل للجنينة وبتلاقي ان قلبي قعدة مع واحدة ستة غنية وبتديها صورة الطفل الجديد اللي هتشتريه وما بتهتمش بيهم وبتركب اوتوبيس عشان ترجع لبيتها لكن صورة ابنها ما بتفريقش خيالها وبتقرر انها ترجع لهم تاني وتنقذ الطفل من ادهم وتربيه هي وبتكون قلبي عمالها تصور في الطفل الجديد اللي هيتعرض للبيع واما عمالها تحسب الاطفال اللي اتباعوا واللي ماتوا وبتلاقي نفسها بتخسر فلوس بسبب موت الاطفال منها وبتروح قلبي عشان تدي باقي صور الطفل اللي الست اللي هتشتريه وبتدخل نسكة جوالبيت من شباك المطبخ وبتلاقي ان اما معها بنتها الصغيرة في البيت بس وبتفضل تراب تحركاتها لحد ما بتتحرك اما على الاودة اللي نسكة فيها وبتحس اما ان في حركة في الاودة وبتروح عالدولاب عشان تدور فيه وما بتلاقيش حد فيه وبتكون نسكة مستخبية في الضرفة التانية وبتخرج اما من الاودة وبتتحرك بيدها عن نسكة وبتهرب من الاودة وبتروح عالطفل التاني الموجود بدل ابنها وبيكون شكلها بدأ يتحسن بسبب ان اعراض الانسحاب خلصت منها وفضلت فترة بيدها عن المخدرات وبتحاول تهرب بالطفل اللي كانها بتلاقي رجله مربوطها بالعش اللي نايم فيه فبترجعه تاني لعشه وبتخلع غطى قلبة من جنبها وبتحاول انها تقطع الحبل اللي فرجل الطفل قبل اما ما ترجع لها وبتفضل شايف اما قدامها وهي قاعدة على الكرسي ومديالها دوارها وبتقطع الحبل وقبل ما تشيل الطفل وتهرب بيه بتلاقي بنت اما وقفة عروها فبتشيل الطفل بسرعة وبتهرب بيه من شباك الاودة العالي وبتنطع الارض وبتحاول انها تحمي الطفل على قد ما تقدر وبتجري من البيت وبتكون بنت اما حذرتها ان في حد في البيت بيحاول يخطف الطفل فبتحضر مسدسها وبتشوف ايما نسكة وبتضرب عليها نار وبتيجي تطلق في رجلها فبتقع ومبتقدرش تجري او تهرب وبتقرب منها ايما وبتفضل تضرب فيها برجليها وبتسحب نسكة من شعرها الجوالبيت زي ما كانت بتعمل مع الطفل وبتاخد الطفل منها عشان ترجعه للعيش بتاعه تاني ومبتقدرش نسكة انها تتحرك من مكانها لان ايما معها المسدس بتاعها وبتهددها بالموت لو اتحركت وبتسيب ايما المسدس على عيش الطفل فبتحاول نسكة انها تهرب منها لكنها بتمسكها وقبل ما تضربها تاني بتلاقي فرق قدامها فبتفضل تسرخ وهي مرعوبة فبتقوم نسكة بسرعة وبتمسك المسدس بتاع ايما وبتضرب بها حوالين ايما وبتوقع العصير اللي فوقيها عليها وبتمثل ايما انها ماتت من الخوف عشان تخلي نسكة تقرب منها وبتحاول تضربها تاني لكن نسكة بتهددها بالمسدس وبتاخد الطفل والسكاتة وبتهرب من البيته مع المسدس في خلال طريقها بتلاقي قلبي جاي عليها بالعجلة بتاعتها فبتهددها بالمسدس وبتاخد منها العجل عشان تهرب من المكان بس قلبي بتطردها واول ما نسكة بتهرب منها بتخب الطفل تحت شجرة لانها عارفة ان قلبي مش هتسيبها ولازم تقتلها الاول وبتفضل تدور عليها وبترجع للطريق اللي كانت ماشي عليه ممكن تقبلها وتقدر تقتلها بس قلبي بتكون اختفت وبترجع نسكة تاني للطفل بتلاقيه اختفى من مكانه فبتلف في كل الجنينة لحد ما بتلاقيه موجودة على مرجحة لوحده واول ما بتقرب منه بتظهر قلبي من وراها وبتضربها على راسها فبتقع وبيقع المسدس على الارض وبتاخده قلبي وبتضرب بيه على نسكة عشان تقتلها لكن اخر رصاصة فيه بتجرح نسكة في قدنها بس وبعدها بيتخنقوا مع بعض في المكان اللي نسكة باعت ابنها فيه وبتقدر نسكة انها تضربها وقبل ما تقتلها بالحديدة اللي في ايدها بتصرخ في وشها وما بتقدرش انها تقتلها وبتسيبها واقع على الارض وبعدها بتروح للطفل وبتبعد بيه عن المكان لكنها من الارهاق بيغم عليها وبعد ما بتفوق بتلاقي قدامها حصان فبتركب عليه وبتتحرك على بيتها وبيكون الناس اللي هيشتروا الطفل قاعدين في الجنينة مستنين الطفل اللي هم هيشتروا وبيتفرجوا على صور وهم مبسوطين لكنهم بيشوفوا قدامهم نسكة وهي شايلة طفل ومعدها من قدامهم بعد ما قدرت انها تنقذ الطفل من ايدهم ويد ايمال اللي بتتجر في الاطفال الفيديو ده كتبوا يوسف ابراهيم وسجلوا محمد طاهر اللي هو انا يعني ومنتجوا محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فولوا لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولوا لصفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام